السلام عليكم كل سنة وكل حضراتكم بألف خير يا رب استكمالا او اخر حلقة بقى في حلقة استعدادات العيد او تحضرات العيد والحلقة النهاردة الصراحة يعني تقدرت قولوا ان هي خاصة بالعيد وخاصة فيما بعد العيد بس انا ايه يعني قلت تلحقكم بيها قبل ما نعمل شوية كوارث كده ومصائب في الحمام وفي المطبخ قلت تلحقكم بيها يعني ونشوف مع بعض المعلومات ديت اتمنى ان انتو ترجعو لها حتى البعد العيد بس انا حاسيت ان هي مناسبة اكتر اليومين دول ان معظمنا او ما كانش كلنا طمعانين شوف يعني طمعانين شوية في شوية نظافة اكتر او نظافة اوفر وتوفير للوقت وفي نفس الوقت عايزين الحاجة بتمنع وتبرق معينا وبنخلط شوية حاجات كده مع بعض من غير ما نعرف ان هي خطر مع بعض اول حاجة هتكلم عنها انا شفتها اليومين اللي فاتوا دولت منتشرة جدا على النت وعلى الفيسبوك بالذات هي خلطة كده يعني تركيب على بعضها ما عرفش جابوها منين ان احنا نخلط الكولور مع الكحول الطبي عشان خاطر تنظيف الميرايات بيقول ان هي بتخلي الميرايات تبرق اولا انا عايز اقول لكم على حاجة اا خلط الكولور مع الكحول بيطلع مادة اسمها الكولوروفورم مش عارفة الكولوروفورم مش عارفة بانطاعة صحة ولا غلط اقدروا تبحثوا عنها في النت المادة دي بتعتبر من اكتر المواد سمية ومن اكتر المواد اللي بتسبب اضرار للجهاز العصبي وجهاز التنفسي بتسبب اضرار خطيرة جدا للجهاز العصبي عند ملمساتها للجلد مش مجرد بس استنشاقها اا والاعراض النتاجة عن استنشاق الغاز اللي بيطلع من خلط الكولور بالكحول هي عبارة عن تهايك في الجهاز التنفسي يعني كحة جديدة جدا وفي حالة استنشاق الفضرة طويلة بتقدل لفقدان الوعي والاغماء يعني لو انت عادت هتمود قفل الحمام عليك وبتنظفي او اعدة في مكان مقفول بتنظفي الاا المرايات او الحمام او اي شاجة انت عايزها تلمع او تبقى واوة وقوي باللا ااا لا ده كحول ادي كحول اهو ده كحول الطبي ناس بتقول ان هو لما بيدخلط على الكولور بيدي نتيجة تحفة للمرايات بصي اولا الكلور غير مناسب تماما للمرايات الكلور بيجاير في المرايات إلا إذا كانت مرايات البتجاز وعليها دهون شديدة جدا ومحتاج أنك تنظفيها بمنظف قوي بتخلطي الكلور مع سابون الموعين وبتخسريها بس بعد ذلك بتحتاج أن انت تنظفيها بتلمعيها بأي حاجة بعيدة على كلور لأن الكلور طبيعي بيجاير في المرايات ونفس الغاز اللي هو الكلور وفورم مش عارفة بانطاقه صح ولا لا بينتج عن خلط الكلور مع الفلاش أنا صراحة ما عنديش فلاش دلوقت عشان أصور عليه وأنا صراحة ما بجيبهوش نهائي ما بحبوش خالص والحمد لله الحمد والشكر لله لنعمة الصحة والعافية أنا ما بوصلش بيتي نهائي هو يعني يوصل لدرجة ان انا استخدم فيه القرف اللي اسمه الفلاش دوت يعني أنا صراحة ما بحبوش نهائي وعمري ما جربته ولا هجربه بإذن الله نفس الغاز بينتج عن بينتج عن خلط الكلور بالفلاش نفس الغاز اللي قلتلكو عليه هو بيدخلط مع الكحول والكلور تمام؟ ما تخلطيش الكحول بالكلور تمام؟ حاجة تانية خلط الخل مع بيكربوناتو السوديوم في حاجات مغلقة أولا الخلطة دي على بعضها في التنظيف ممتازة ولو رجعت الزمان للفيديوهات انا وردتك في الفيديو قبل كده ازاي تستفيدي يعني اقصى درجة ممكنة من الخلط على الكربوناتو بان احنا بنضيف الكربوناتو الاول وبعدين بنرش على الخلط على المكان اللي احنا عايزين نضافه ودي بصراحة حاجة ممتازة جدا 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 في التنظيف بس في الاماكن المفتوحة يعني على حاجة عريانة مش في حاجة مغلقة يعني اما بتحط في حاجة مغلقة دي بتبقى خطر جدا ممكن تؤدي الانفجار يعني اللي بتنظيف علبة او برطمان او اي حاجة مغلقة ممنوع تماما الخلطة دي على بعضها جوه تنظيف حاجة مغلقة وخصوصا بيكون الكارسة اكبر واشد لو كان برطمان او علبة او حاجة ازايز يعني بتبقى مصيبة يعني فالخلطة دي مناسبة للتنظيف الخارجي ما تحطهاش في حاجة مغلقة ابدا وفيه برضو حاجة تانية انا سمعتها غريبة جدا يعني ان احنا نقدر نخلط الكحول الاحمر مع الكولور لتنظيف لتلميع الخشب والموبيلية اولا ان الكولور طبعا انا مش عارفة ازاي ان فيه ناس ممكن تجيب بالها انا اتجرب حاجة زي كده بس انا عايز اقولوك على حاجة البديل لي انك تستخدم الكحول الاحمر ده والسيبيرت والاحمر انا ارتركه قبل كده في حلقة السيبيرتية ده تستخدمي الواحده مع زيت الزتون او الخل لتلميع الموبيلية تحفة تحفة جدا حتى مكتوب عليه اوه للوقود وتلميع الموبيلية جميل جدا جدا في تلميع الموبيلية بس ما نصحكيش انك تخلطي على الكولور بصي مختصر المفيد مختصر الحلقة المفيد الكولور ما يتخلطش مع اي حاجة نهائي سواء يعني ما يتخلطش مع اي حاجة ما تحاوليش ان تخلطيه مع اي حاجة غير مناسب للخلط مع صابون الموعين الصابون هو بتاع الموعين العادي او ممكن تستخدميه مع صابون المسحوق الغسية اللي هو ايريال وبرسيل والحاجات دي دي يعني الحاجتين اللي ممكن تخلطي معهم الكولور غير كده الكولور ما تحاوليش ان انت تخلطي مع اي حاجة نهائي يعني انا معرفش ممكن يحصل ايه بس انا قلتلك معظم الحاجات اللي بدخلط معها الكولور بينتج عنها غازات سامة وفي حاجة تانية في بعض الناس بدخلوا الكولور بالبتادين او الديتول او اي متاهرات يعني طمعا في انك تبت التطهير تساعد على التطهير اكتر واسرع ونظافة اكتر واسرع عندك لما تخلطي الكولور مع البتادين او الديتول بصي اولا الكلور عندما هيدخلط على البتادين او الديتول دا بيفقد مفعول دا بيبوزه سنين بينتج عنه ريحة مؤرفة جدا 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 حتى انت لو حاولت انك تخلط الكولور مع الديتول معظمنا بيعمل الحارقة دية هتبص تلاقي. ان الديتول تحاول للون البيض. مش الابيض الا الهو الديتول لما بنخلطه مع المياه بتحاول اللون الابيض اللبن. لا بتلاقيه. بتلاقي يعني اللونه ابيض زي المياه كده. ابيض اللي هو الابيض الخفيف ده ده بيفقد مفعول ده لا ده بينفع ولا ده بينفع وبتبقى ريحته محشة جدا جدا يعني ريحة فظيعة لا تحتمل. واحنا بنظف عشان نطلع ريحها حلوة مش ريحها وحشة. اه تاني حاجة برضو سمعت عنها او حاجة تالتة مش فاكرة رقم كان بس المهم ان انا سمعت عنها برضو خطر جدا ان احنا سمعت ان احنا ممكن نضيف لمية المسح الكلوروكس مع البوريك اسد عشان خاطر نجع النمل. طبعا ما تخلطش همش على بعض. ممكن تستخدمي البوريك اسد مع مية المسح واي معطر تاني او اي حاجة تانية دوني. الحاجات الخفيفة ديت مع البوريك اسد بيطلع ريحها حلوة وفي نفس الوقت بيساعد شوية على القضاء في النمل. اه وبكده اكون خلصت الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى يا رب تكون الحلقة افادتكم وتكون قصيرة كده ومفيدة وخفيفة. واتمنى ان انت تحتفظ بالفيديو ده بترجعيله بعد كده. اه عشان ما تغلطيش وتخلطي اي حاجة باي حاجة وتتسبب لك في مخاطر صحية. وللاسف الشديد كلها بتقفش مع بعضها يعني بتبطل مفعول بعضها. وزي ما قلتلك خلاصة المفيدة للحلقة ما تحاوليش ان انت تخلطي الكلور بالذات مع اي حاجة. كلور لوحده كفاية قوي في التعقيم والتنظيف وبيستخدم كمبيض الصراحة يعني هو بيبيض الحاجة بسرعة. تمام? والبديل ليه? البديل الاقمن والصحي اكتر البديل ليه? هو الخلي الطبيعي معقم تمام قوي ومية مية. وممكن برضو يستخدم لوحده وزي الفل في المرايات بيخلي المرايات تحفة. انا باستخدمه لتلميع المرايات وممكن تستخدمه لتلميع المرايات اللي احسن منه بقيمة مرة وبديل اسمه ايه? الويندكس. الكحول لأ سوري دا ما اطلق بطفيهم. الكحول الكحول اللي هو الكحول بتاع التطهير الجروح دوت انا بخففه بمية وشوية زيت عطري وبالمع بين المرايات بيخلي هالي زي الفل جميلة جدا. اتمنى يا رب اكون الحلقة عجبتكم. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. هشوفكم في العيد باذن الله. استنوني في العيد. السلام عليكم.